السلام عليكم كاتشاب دي زيت كميونيتي في حلقة جديدة من حلقة مخططات الهندسية والتقنية لأي مشروع هندسي اليوم نشوف ان شاء الله تكميلة المجموعة الثانية يدخلنا فيها الحلقة اللي فاتت وشفنا فيها مخطط wspól المخطط جديد وهو مخطط الكهرباء وهو مخطط مهم جدا في المشاريع نروح نشوف مخطط المشروع. هذا هو المشروع. اخي قلناك عبارة عن شقة. نروح نشوف مخطط الكهرباء. اوكي. نبدأ ونقرأ المخطط لازم نقرأ الجذب اللي تعناه. الجذب اللي تعناه هو يوضح لنا ما معنى كل هذه الرموز. اوكي. نبدأ. عندنا الرمز هذا الدائرة مع حرف اوه. هو المنطسيون. المنطسيون هذه. اوه. استطيعنا خيط كهربائي. ويكونيكتي ديركتمو في اله. في اله. استطيعنا ما عندهم اوه. 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 بنادهم. اله. تبقى مربوطة مع الكهرباء. اوه. مباشرة. ودائما. الا ان نهاية الخيط الكهربائي تكون في الطابلو الكهربائي. طابلو اوه خيط الكهربائي. ايييييييي. يربط مباشرة مع اله هذه. عدنا هنا. يا. رمز هذا جزيل يج fingertips. وقعي الشكل يمكن أن تكون مقاومة للماء أو الرطوبة يحمي هذا الشكل من الماء يمكن أن تسحقها الكثير من الماء لن يكون محددًا بها أعطينا الكثير من الماء يوجد خط من الجانب يمكن أن يكون خارج من الماء ويمكن أن تكون دخلا للجدار نرى مثلا هناك فريزة و هذه البريزة و هذه البريزة و تصدر يوجد و تصدر و تكتب فيطل و تصدر و تصدر في الوقت يوجد و تصدر تكون العازلة. هناك مونوفازي. ايضا قابس كهربائي مونوفازي. ويكون عنده الطبيعة تكون جاهة في القاعة. جاهة في الارضية. هذه تكون في الارضية. يكونوا في الارضية. نجوز المجموعة اخرى. تكون على الشكل هذا. هذه فيها ثلاث اطوار مع الارضي. هذه الارضية هي انصائي و اطنج. انا اريد ان اعرف لكم مثل هذا لانه انا اعرفه باللياو ديكان مونوفازي. يكون فيها ثلاث اطوار. اوكي. نكملها في طابلة الجدول. لابد ما هي أنصائي اقطية32. اوكي. اوكي. اسموعة ايضا كيف كيف تكون congressيقوة اhartذية الآن؟ اذا وازلت وتكون في الارضية المغرق. نذهب إلى المجموعة أخرى التي نتحقها كثيرا في الكهرباء في الشكل هذا نعرفه ببالك الشكل التحاول الذي نشاهده بما نعرفه بالأسم المهاني هي هذه يا خبتي نديره فيها الكابل الانترنت كما تعمل الانترنت كما تعمل الانترنت يجيوا اربان المهاني صح نشاهدوا كيف نستطيع المجموعة كما نشاهده اللي بزاف تانيك يعرفوها ولكنو يعرفوش كيفاش يجي. هاي لك بريز تي بي تكون هكذا. تستقدير اللي ميليك تعنا ولا ديمو تعنا. يجي لحنا يا. دي اكتامو. وهذا هو المسؤول عن تحويل الكابن. منا للمقاعر الهوائي ولا الانتن هوائي. ما رابلش واسمه العربية اكتامو. دي سنصل يكونوا راح لانتن ولا البرابول تعنا. اوكي. وعدنا هنا يا بريز يو اس بي. كان بريز يو اس بي. هكذا جي. نظه نشوفهم مثال. بريز يو اس بي. هكذا. بريز يو اس بي. نجي ايضا. هذا الشكل هذا. وكان دي بريز اه 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 ايضا. ويجي فيهم يو اس بي ايضا. كما نشوفوا في الشكل هذا. اوكي. ومبعدنا عدنا بريز يو اس بي انا بليك. ايضا يكون عندها خارجة استاد الميش. ايضا يرعي اون كاستراب. يشفنا هدركة. وكان انا بليك. وعدنا الطابلو نعرف كيف يأتي ويأتي فيها نرى المخطط على بركة الله نعادل من هنا أي قابس كهربائي يوجد هنا ارتفاع يوجد هنا ويوجد يحدد لماذا تضع المخطط على المخطط على المخطط نبدأ من هنا نبدأ من هنا نبدأ هنا نبدأ هنا وعندنا تيفي وعندنا مبلبة تيفي يوجد يمكننا برساعة تيفي جميعا برساعة موجودة و يوجد تيفيز الانترنت هنا يوجد ارتفاع 60 سنتيمترا و92 سنتيمترا فان الانتوقيت سمترا هنا يوجد كهربائية في ارتفاع ٢٠٠ سنتيمترا هذا لأجل تهوية و التبريد أيضا هنا لدينا مبلو باع هذا و في الآثات التي ندريه هنا بجانب الوليد لدينا مبلو منفازي على ارتفاع 60 سنتيمات و معها مبلو USB على ارتفاع 60 سنتيمات من شحن البطارية على الهاتف او اي جهاز كهربائي اخر يكون يمشي بالUSB هذه نظرناها في الغربة. نظروا هنا في الصلدو ، في مضم الأحياني نظرنا على ارتفاع 160 سنتيمات من الارض و تكون معزولة مبلو منفازي أيضا تكون هنا في الصلبة الثانية و هنا نظرنا هنا في البلينوم البلينوم هو الارتفاع و المستوى الذي يكون بين الصقف و الضال الارضال يكون بين الصقف و الضال بين الصقف المستعر و الصقف هذا الفراغ الموجود و اسمه بلينوم الذي يكون هناك 25 سنتيمات نظره في الكوب في الأخير يكون هناك 25 سنتيمات الفراغ هذا الفراغ و اسمه بلينوم لدينا هنا اليمونتاشون على الموتور لدينا موتور نسحقه في المخطط التهوية نشوفه على موتور هنا نحط له الكابل يبقى هنا حتى نجلب الموتور هنا عدنا على ارتفاع 50 سنتيمتر نسحقها في أي لحظة من اللحظات هنا ايضا فراغ الشمبر عدنا و اجدرنا على مجموعة هذه لانه عدنا بيرو الاندسك الذي يستعملوه و يقرأوا عليه و يضعوا فيه جهاز حسوب أهلي و يخصصها عدنا مونوفازي على ارتفاع 50 سنتيمتر وهذا الارتفاع وهذا الارتفاع وهو الارتفاع وهنا نحن احضر اهل الانترنت في حالة إذا وفي كان لدينا حسوب محمول و حسوب ثابت نستطيع ان نربطه بالردسك اوكي هناك موابل با أيضا في هذه اللي نشوفه فيها لدينا اثنان من المقابس الهدير الطور المونوفاظية على ارتفاع 60 سنتيمتر هنا لدينا مبلبة بين الولي هذا الولي هذا وهذا consistent على ارتفاع 60 سنتيمتر ومع دو بريت اسبي ايضا هنا نفس الشيء بالنسبة للبيرو هذا البيرو هذا لدينا 2 بريز على ارتفاع 50 سنتيمتر و لدينا بريز USB و لدينا اجهزة من هذا النوم نذهب للصالون و لدينا ايضا هنا ماب الباق و سيكون فيه تي في صدير لنا بريز تي في على ارتفاع 60 سنتيمتر نفس الشيء بالنسبة له اثنين من القوابس و حديثة الطور و هنا ايضا ايضا يكون عندنا هاتف او اي حاجة ايضا ايضا كما كنت شاهدوا موتور دو سفلاج لنا للمونتاشون تاني لكم شاهدوها هذي في مخطط التهوية و نفهمه على هذا الناموتور دو سفلاج ايضا هنا ايضا هنا عندنا سبليت عندنا ارتفاع 250 سنتيم و لا ادرنا ايضا هنا لا ادرنا ايضا في الوسط لانه سبليت يحكم منطقة هذه على هذا الشكل و لدينا بريز تكون خارجة من الجهة هذي لا نقدر ايضا لكم نحطه لدينا بريز هذي هنا في المنتصف تم لازم علينا نجبدو سبليت ايضا نحطوه مننا يبدأ على هذا الشكل لانه هذه الابريز على عام تكون جبدة من الجهة واحدة باهم ندروا السبليت تعنا يكون في منتصف الفتحة هذي اوكي انا ايضا عدنا ايضا سكنة سنتيم والانه Sbc السبليتا say انا ايضا سحقكمهم في المستقبل نروح نشوفو بطبخة muse على اشانه على عدنادددددددددددددددددددددددmaticات من fall هنا ايضا سحق مائة ومائة وعادنا هنا ايضا سحق الفاح المائة وعادنا هنا ايضا سحق الفاح و slamك على ارتفاع 120 سنتيمتر هنا سحقها في اهلات معددة. اه اي ماشينة كافية. إذا سحقها على الروباء. نسحق حمر كما هذا. اه عادنا هنا ايضا اتعطينا. على ارتفاع 50 سنتيمتر. التراكز الآخر بتخدم الهوت هنا. عدنا الهوت الالكتريك. عدنا هنا ايضا كمسي هذه الكولونت على الكوزين. هذه الكولونت على الكوزين فيها الميكروونت والفور. يكونوا هنا باش نربطوا الأجهزة. هذو بالكهرابيع. وعدنا هنا على ارتفاع خمسين سنتيمتر اللي هي رفريجيراتور. الفريجيراتور. هنا عدنا موتور ديكستراكشن الهوت. هنا يكون عدنا الهوت. هنا يكون عدنا الهوت. هنا اه 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 الارتفاع خمسين سنتيمتر اه سيكون متر بسول. تكون محضوطة تنسحقها في اي لحظة من اللحظات. وهنا عدنا كما شفنا في المخطط الاصلي والمخطط المتوجه. عدنا هنا يا طابلو الالكتريك. طابلو الالكتريك هنا التواجد. ايضا هنا رأنا نلسين حاجة خفيفة. اللي هي اه من المحتمل نزيدو اي لشحن الهواتف والشحن الاجهزة من هذا من هذا النوع. نزيدوها هنا هنا. تكون هنا او تكون هنا هنا. انا لسينة. ما عدنا هنا هنا ايضا انا تفكرت اه شيئا. عدنا او اس بي سي. وعدنا هذه هنا تكون اليمونتاسيون ماشي اه امبريس. صحة. نشوفه في الطابلو ايضا ايضا شحال عدنا. من كل المقبس. وهكذا. اوكي. اه بما يكونش الفيديو طويل بزاف. ديجا احنا رانا في خمسة عشر دقيقة. اه بما يكونش الفيديو طويل بزاف. ومنتملوش انتوما. الفيديو هذا نخلي به وحده وشرح هذا نخلي به وحده. الخطرة الجانية يشوفوه المخطط اللاحق وهو مخطط الاضاءة. وجميع الاشكال والاصناف تحوه. اه نتمنى ان شاء الله يكون فاتكم الشرح المبسط هذا لمخطط الكهرباء. فيه اشياء اه 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 وتم اقولوا خزائص اللي قادر يقترحون منا اهل الاختصاص اللي هما الهيليكتريسيان دي باتيمون. اه هما يقترحوهم وهما يزيدوهم. احنا اقترحنا لهم اه اه شيء اللي لازم نسحقوه في الاماكن المحددة له. اما بعد هما عندهم اه عندهم اه اختراحات وعندهم اه اه عندهم اه افكار جيدة نتقبلوها وهذا هي هذا هو العمل العمل يكون اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.